لم يخرج الصوت الهادر إلا من حناجر الشباب فلما ضاق الحال ذرعاً كان لنحو ثمانية ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وأربع وعشرين سنة وفق إحصائيات في وزارة التخطيط أي منسبته عشرين بالمئة كان لصوتهم ما ينوب عنهم في الشوارع والساحات لكن جزءاً كبيراً منهم اختار الانتحار والانتحار في العراق بحسب إحصاءات وزارة الداخلية التي سجلت أكثر من سبعمائة حالة حدثت خلال العام الماضي فضلاً عن حالات غير مسجلة يدخل في قائمة نيار المجتمع إلى قوائم الابتزاز الإلكتروني وجرائم الشرف معلومات سابقة أكد خبراء فيها أن نسبة من المنتحرين كانوا من كبر السن وهي ظاهرة لم تحدث من قبل وهو ما يحال إلى الواقع الاقتصادي في البلاد ولا غرابة أن تكون هناك علاقة بين زيادة معدلات الانتحار والإهمال الحكومي وهي علاقة مضطردة فلا زيادة إلا بإهمال حكومي وهذا حديث أهل الاختصاص ما يعني أن الحديث عن اتساع ظاهرة الانتحار هو اتساع للتقصير والإهمال الحكومي لشريحة الشباب وعدم أداء الحقوق وتوفير فرص العمل ومنح الشباب فرصة لإثبات وجودهم وهذا هو صلب عمل الحكومة والبرلمان والجهات المسؤولة الأخرى كما أن غياب القانون الفاعل والعقوب الرادعة ساهم في رفع حالة الانتحار إذ أن القانون يعاقب من يحرض أو يساعد شخصا على الانتحار وفق المادة 408 بالسجن سبع سنوات في حين لا عقوبة لمن يشرع في الانتحار لعدم جدوى العقوبة ترجمة نانسي قنقر